تأثير احمد رامي على ام كلسوم تأثير هائل. هو كان الحقيقة نقدر نقول ان احمد رامي لم يلعب دورا فقط مع ام كلسوم ولكن لعب دور في الاغنية. وهو كان يعني لما نيجي نبص كان مين الشعراء اللي كانوا يكتبه في الوقت دوم في الاجاني. كان على رأسهم محمد يونس القاضي. وكان بديع خيري طبعا. وكانوا بيكتبوا محمد يونس القاضي وبديع خيري ومن لف لف لهم زي ما يقولوا. كانوا يكتبوا في. طبعا يونس القاضي بلادي بلادي. فيها كلام. اه يعني منسوبة له. اه. فيها كلام. ده عايز حلقة لحلقة الوحيدة. بس رسميا اللي موجود في النشيد الوطني انه اه يونس القاضي. اه. اصلا عندي مذكراته. اه. اللي هو صاحب برضو اغنية ارخ السطرة اللي في رحمة. اه. فكانت بقى الاغاني من طراز ارخ السطرة اللي في رحمة. اه. وهكذا. هو رامي لما جيه رفع سقف الاغنية العطفية. هو كان متخص في الاغنية العطفية. اه. اعني. ولانه اعتبروا المكلسوم هذه البنت الخام القوية ذات الصوت البكر الطازج دون. وهو اه. هو مش خبير اصوات. لكن خبير قلوب. يعني هو قلبه انجزب الى الى هذه المرأة الصبوح. السيدة الصبوح. المكلسوم. الفنانة بفطرتها. و اه. كما هو. كما هي اثرت عليه. ووجهت انتاجه العطفي. لان كل كلامه طبعا عن الشجن وعن الحنين وعن الحرمان وعن القرب وعن الجران وعن وعن وعن. ده كل اشعاره. اه. قبل ذلك كان هو تخصص في الحكاية. طب انا هتكلم عن تخصصه لكن لسه بتكلم على انه يشتغل مدرس لغة عربية لاموكلسوم. مدرس حتى في اللغات الاخرى. انه يقرى لها شعر. انه رشح لها كتب. انه يزورها يوميا في البيت. يعمل حصة تعليمية. انه تستشير فيما اه يقدم اليها من اغاني. انه يبقى موضع ثقة الاب والاخ اللي كانوا مسيطرين وهيمنين على مصار اموكلسوم. حتى هذه اللحظة. انه الدور ده دور تكويني وتأسيسي. طبعا. طبعا. وقعد يشرح لانه اعتبر اولا اللحظة التي احب فيها موكلسوم. ثانيا اعتبرها جزء من مجده هو الشخصي. اه. وكتاباته. يعني احنا عندنا قصص في التاريخ العاطفي للفنانين والشعراء. كده في قصة لواحد مسراحة اسمه عباس علام. ده رجل مهم جدا. وحب واحدة اسمها فكتوريا موسى. وكان يكتب لها خصيصا. اه. وكانت تتدخل حتى تقولوا شلنا دي وحطنا دي وعمل لنا دي. كتمرات عبدالله عكاش. اه. فرقة عكاش. فامو كلسوم كمان كان هو يكتب لها. وكما كان يعلمها. اه. كانت بتقوله تبشي الحتة دي. تاب نوسع المزور دي شوية. تاب نعمل الحكاية دي. يعني كان. في مراحل لاحقة شوي. مراحل لاحقة. اه. طبعا. انضاج بقى ثقافة موكلسوم الموسقية والشعرية وكل ده. طبعا. لانها اسم. يعني لها قدرة. يعني الموسقى مش كانت بتلغي الموسيقار او بتلغي كاتب الاغانية او بتلغي. لكن هي فعلا كانت موجودة بقوة. يقولك تسمعته الموسقى. فبالتالي ان كمان كان لها سلطة الهوة. احمد رامي كانت ملهمته. الاولى. وربما الوحيدة او الاساسية. اه. وهو عمل كل دوان اللي اللي كان يتعلمه في فرنسا. وقعد سنتين تلاتة وعشرين واربعة عشرين في فرنسا. وتعلم كل ده. وتخصص. وتفرغ في انه يعلم ام كرسوم كل هزي الاشياء. اه. هو بالكلمة وهي بالصوت. اه. وحول الكلمة والصوت في اشياء كتير جدا بقى حتى اجتماعية. استاذ عنا جريدي لحل لها. ببعا. يعني يعني وقدمها الموسيقيين والصحفيين والصحافة. في الوقت ده بقى هو لعب دور يعني يعني في الحياة الفنية على بعضها. اه. انه كان وده جزء من ظلم الشعر نفسه. اه. يعني هو احمد رامي مسلا دوا كان اه مرافق لجيل ابولو. اه. كلهم من. مدرسة ابولو الشعرية. مدرسة ابولو الشعرية. اللي كان فيه علي محمود طه وابراهيم ناجي. و و و و صالح جودت ومجموعة كبيرة جدا. لكن لم يحسب على اه مدرسة ابول. اه. لم يحسب على مدرسة الديوان. كان ممكن يحسب على مدرسة الدوان العقادة اللي هي. كانت برضو في العشرنات. الشفري والمزني. اه. فلكن لم احمد رامي لوحده. اه. لانه الناس وكانوا مسمين شعر الشباب. اه. شعر شباب لحد ما توفى. فكان هو احمد رامي شعر لوحده. هل شباب يعني الغناء العاطفي ده كله قريم بالشباب بس. ما اقول لحضرتك هي. وانك في ريعات شباب. كان ايه بالزبط. يعني فروق جودة بيتقال عليه حاجة سيه كده. بس لأ ممكن. تم احسان القدوس كان بيقوله كاتب المراهقين. المراهقات والمراهقين. ففي مصطلحات بكتب. بس اعتقد ان ان هو كان بيكتب. الشباب كان بيسمعوه بيقوله اكتر. اه. على ما اعتقد. يعني مفيش اغنية وحيدة عملها او او سلسلة اغاني. حتى لو كتب اغنية للشباب. ما فهو لانه كان الشباب بيسمعوه. وطول الوقت هو متجدد. يعني هو الرجل. لان احيانا من بعض بيصف اه 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 ادباء بهذه الصفات. عشان يقلل منظوره. او يضعه اه في منطقة معينة لجمهوره او اللي كتابت اه او النوع كتابته. طبعا. اديب الشباب. طبعا. شعر الشباب. ايش عارف اللي. اه الناش يعني فكينه الاديب الرومانسي. اه. في تسخيف. في تسخيف من اه هذا الكلام. اه انه والكاتب الشاب. اه والكاتب الشاب طبعا. اه. والكاتب الشاب يعني كان اه كتاب كبار كان كتاب الستينات دول كان بيعترهم شباب. صحيح. انا لغاية ما اشتغلت في تمانينات. كنا بنقول على شوص الجمال الغطال الكاتب الشاب. ايو. 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 يعني. وممكن. وممكن يبقى في واحد اصغر من جمال. يعني رجاء النقاش. اه اصغر من حجازي. اه. فكان احنا عضو مع حجازي. اللي برضو عيد ميناده النهاردة بالمناسبة. كل سنة هو طيب شعرنا الكبير. ف ف ف ف ف ف شعر الشباب دي. بس مع رامي لا. اه. مكانش فيها. لكن هو كان فرحام بالحكاية دي. اه. وكان بيقولوها له. على سبيل التدليل. اه. وعلى سبيل التفخيم كمان. اه. اه. غير غير كاتب المراهقين. اه. 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 فهو لعب دور كبير جدا في الاغاني. ولو في حد عمل دراسة. على اه. اه. مصار الاغنية. اه. قبل وبعد رامي. اه. هيطلع بنتائج هائلة.